قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري ميزاناً مالمكيال بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة أيتها الأخوات أيها الصائمون أيتها الصائمات أحيي الجميع بتحية الإسلام فالسلام عليكم جميعاً ورحمته وبركاته مع هذه الأسئلة المباركة من خلالكم نستفيد أيها الإخوة مع هذه الأيام المباركات والليالي المباركات من شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان مع السائل الكريم نسمع منه ثم نجيب بإذن الله أشيخ موسى هل يجوز رمضان الإنسان اللي كما نقوله نهار كامل جلقيت وينوت أو الإنسان كما نقوله حنايا اللي يصوم بعينه بلسانه وإذنه ما يجبتش الناس ما يهدرش في الناس هل الصيام مصحيح أم لا بسم الله الرحمن الرحيم أشكر هذا السائل الكريم الذي أتاح لنا من خلال سؤاله فرصة للحديث على هذه الظاهرة التي أرى بأن كثيرا من شبابنا يقع فيها ظاهرة النوم الكثير في نهار رمضان حتى إنه لا يعتقد أن شهر رمضان جاء للنوم وكثيرا ما يذهب بعض إخواننا لقضاء بعض المصالح في إداراتنا أو لإجراء سفقات تجارية فالكل يعطل إلى ما بعد رمضان وكأن رمضان جاء من أجل النوم وتعطيل الإنتاج وتعطيل العمل رغم أن رمضان العكس تماما في تاريخ أمتنا هو شهر الفتوحات، هو شهر البطولات هو شهر غزوة بدر، هو شهر الانتصارات لكن عندنا نحن غالبية الصفات التي يتميز بها الشباب صفة النوم الكثير وأنهم يقلبون الليل نهار والنهار ليلا وكأن رمضان جاء من أجل النوم وهذه ظاهرة سلبية رمضان أيها الإخوة شهر العبادة، شهر العمل، شهر الإنتاج، شهر الحركة وليس شهر السبات والنوم الأمر الآخر أن الصوم لا يقصر على أن يمنع الرجل شهوة البطن والفرج وإنما الصوم هو صوم الجوارح أن تصوم كل الجوارح ولا معنى أن يصوم البطن ولكن كل الجوارح الأخرى لا تصوم فاليد لديها البطش البطش بمعنى الضرب كما يقول ابن القيم المعاصي الضبعية أو السبعية التي يستخدم فيها الإنسان القوة تماما كما يستخدم الحيوان المفترس القوة فسماها المعاصي الضبعية أو السبعية إذن اليد إذا بطشت بها ظلما أنقصت من قدر صيامك ولا ربما ضاع الصيام العين أيضا لها النظر والنظر في الحرام مبطل وخادش للصيام وكذلك اللسان وكذلك الأذن وكذلك الرجل وهكذا دوى ليك إذن منظومة الصيام هي منظومة ترعى جانب البدن من جوارح كذلك ترعى جانب الروح والشاعر يقول يا متعب الجسم كم تسعى لراحته أتعبت جسمك فيما فيه خسرانه أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسانه من المفروض أن رمضان يحدث لدينا ما يسمى بالارتقاء نحو منزلة الإحسان نحو قوله سبحانه وتعالى الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير بمعنى أنك ترتقي من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان قال وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى أوراك إسلام وإيمان وإحسان ولهذا أقول أيها الإخوة أيها الأخوات أيها السائل الكريم إننا في حاجة أن نصوم الصيام الحقيقي لا صيام النوم ولا صيام الكسالة ولقد ذم الله قوما قاموا للصلاة ولكن قال في شأنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة ومعنى ذلك وإذا صاموا صاموا كسالة فعيب علينا أن نصلي كسالة وأن نصوم كسالة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى فهم هذه المعاني رد جميلة تقبل الله صيامكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمر يميزاناً ملمكيال أيقاص العمر بأيام أم أعوام فتأم